بسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله تعالى في هذا اللقاء سنتناول أدوات القياس وخطوط الإرشاد هي أدوات تساعد المصمم على تنصيق الصورة وضبط ألوانها وموضحها نبدأ أولا بأدات الأيدروبر، تول، أدات القطارة، واقتصارة آي من لوحة المفاتيح اختار بزر الفار الأيصر وتستخدم هذه الأداء لانتقاء اللون من الصورة وتفعيله في لوحة الألوان مجرد اختيار اللون، بلاحظ أنه تفعل عندي في المربع حادة مربع الفوري جراند لاحظ كما تستخدم هذه الأداء لقياس درجة اللون ومعرفة قيمته وموضعه على الصورة خلينا نظهر أولا لوحة المعلومات Information من قائمة Window ومنها نختار Info أو نضغط على F8 من لوحة المفاتيح فتظهر هذه النافذة وعند الوقوف على اللون تظهر قيمته بنظام RGB وبنظام CMYK كما تظهر قيمة موضعه على الصورة سواء في المحور X، المحور الأفقي أو المحور الرأسي ال-Y وعند الرغبة في تعيين عدة ألوان وتثبيت الرقم نستخدم أداة تعيين اللون وهي Color Sampler Tool نختار بزر فقر الأيسر نضغط ضغطها نلاحظ أنه ثبت لللون في المنطقة هاي نظام RGB اللون الثاني الثالث الرابع نلاحظ معي ويمكن تحديد عشر عينات كحد أقصى وتظهر قيمتها في النافذة هاي في Adobe Photoshop 2018 لعند عشر عينات وبإمكاني أحذف هذه العينات بالنقر على Clear All الآن ننتقل لأداة المسطرة Ruler Tool واقتصار حرف الآي من لوحة المفاتيح وتستخدم هذه الأداة لقياس المسافات والزوايا داخل الصورة عن طريق رسم خط للقياس بضغط بزر الفقر الأيسر وبسحب باتريك الماوس وفي شريط الخصائص يظهر عندي الموضع الأفقي والرأسي لنقطة البداية العرض الارتفاع الزاوية طول الخط ويمكن تحريك طرفي الخط بالنقر والسحب ونمسح هذا الخط نضغط على Clear ويمكن باستخدام هذه الأداة عمل تدوير للصورة اعتمادا على اتجاه الخط وصمت أنا خط بالمصدر بالشكل هذا وبحكي له Threaten Layer ننتظر لاحظ كيف عمل التدوير للصورة Ctrl Z أداة النوتة أداة النوتة وتستخدم هذه الأداة لكتابة الملاحظات وعند النقر على مكان معين في الصورة تظهر أيقونة ونافذة لكتابة الملاحظات ومن الخيارات يمكن تغيير لون الأيقونة أيضا بإمكاني أخفي نافذة الملاحظات بالضغط هنا أو إظهارها إخفاء بإمكاني إظهارها أيضا بالنقر المزدوج على الأيقونة كما يمكن حذف هذه الأيقونة بالنقر على Clear All أداة Count Tool باختصارا من لوحة المفاتيح حرف I وتستخدم هذه الأداة لعمل أرقام توضيحية على الصورة ومع كل نقرة يظهر رقم جديد ويمكن من هنا إنشاء مجموعة جديدة وبدأ الترقيم من جديد أنشأنا مجموعة جديدة باسم Count Group 2 وبدأ أرقم من أول وجديد ومن هذه القائمة يمكن الانتقال من مجموعة إلى أخرى ومن هنا يمكن إظهار أو إخفاء المجموعة ومن هنا بإمكاني أحذف المجموعة مجموعة 2 بإمكاني أغير حجم الخط Label Size بإمكاني أغير النقطة بجانب الرقم حجمها بإمكاني أغير لون بإمكاني أحرك الرقم هذا بضغط على النقطة هاي وبحرك مكاننا في المنطقة هاي وللحذف بنضغط Clear القطوط الإرشادية هي خطوط أفقية ورأسية تساعد المصمم في ضبط التصميم ولرسم خطوط أفقية نقف على المسطرة العلوية نضغط بزر الفر الأيسر ونسحب فيظهر الخط نضغط ونسحب وعند السحب من هنا تظهر الخطوط الرأسية وهذه الخطوط لا تظهر في الطباعة وإذا كانت المصطرة غير ظاهرة فبإمكاني إظهارها أو إخفاءها من قائمة View Rulers أو Control R إخفاء View Rulers وميزة هذه الخطوط هي تسهيل في عملية رسم الأشكال والتحديد حيث ينجذب الشكل تجاه هذه الخطوط ولإزالة خط نحدده باستخدام أداة التحريك ونسحبه مرة أخرى إلى المصطرة ويمكن عمل تحديد دقيق لموضع الخط من خلال قائمة View نحكي له New Guide بنحدد الموضع هل هو بشكل Horizontally أو Vertical E على رأسي وبدأ أحدد البوزشف الآن دقيقنا نحكي له Horizontal وبدأنا نحكي له مثلا 20% أوكي ولمسح هذه الخطوط View Clear Guides ويمكن أيضا إظهار خطوط الشبكة من خلال قائمة View Show Grid فتظهر مربعات الشبكة وهي مربعات إرشادية تساهم بشكل أسرع برسم وتنصيق الأشكال يعطيكم العافية نرجو من المولى عز وجل أن تكونوا استفدتوا من هذا اللقاء